السلامة و السادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نفض بلد محوران حديث الليلة في الأول قراءة في الحالات التحكمية لمباراة المنتخب يوم أمس وفي الثاني رفح والتحذيرات المصرية ومصير الهدمة في المحور الأول جدل مستمر منذ الأمس بعد ركلات الجزاء الثلاث التي خاطف على إثرها المنتخب القطري لقب بطولة كأس آسيا تقييم ما حدث تحكميا فلسفة استخدام تقنية الفار هل هي المساعدة أم أساس الحالة التحكمية تفاصيل ونقشها ليلة مع ضيوفي الخبير التحكيمي حسن مرشود مساء الخير كابتن حسن أعلم بك أيضا أرحب بالمدارب الوطني لكابتن إسلام جلال مساء الخير كابتن إسلام أعلم بك يا سيدي بدي أستعرض معك وداية و بدي أسمع وجهة نظرك هل بعمومية هل هناك ملاحظات تحكمية على لقاء الأمس مساء الخير لأخوان الحاضرين معنا و مساء الخير للمتابعين جميعا في البداية لا بد أن نحيي نشامة المتخب الوطني و نتحدث برسالة جلالة الملك عفية للنشامة اللي كانوا حط أنظار الجميع في هذه البطولة و أضافوا فرح أردني لكل أبناء المجتمع الأردني خاصة أنه إحنا كأردنين في هذه الأيام نحتفل كمان بتسلم جلالة الملك لسلطاته الدستوري و النشامة المتخب الوطني بصراحة أبدعوا في كأس آسيا و مشوار المنافسة اللي أظهروا فيه كل معاني التضحي من أجل الوطن و اللي تبقى راية الوطن خفاقة و أيضا تحيي لصاحب السمو الملكي و ولي العهد اللي كان داعم رئيسي لنشامة المنتخب الوطني رفع معنوياتهم و الشد من عزيمتهم و لا ننسى تحية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم و كوادر اتحاد كرة القدم في هذا الإجاز العظيم اللي احنا مفتخر فيه في هذا الوطن بتأكيد فضل الآن يعني مباراة الأمس كانت محط جدل كبير بالنسبة إلينا كمتابعين سواء كنا جمهور أو رياضيين و خاصة في موضوع التحكيم حيث احنا شعورنا وبشكل جازم على أنه منتخبنا سرقت منه بطولة كاس آسيا أمس يعني برأيك كان فيه أخطاء تحكمية أخطاء تحكمية مؤثرة فيه أخطاء تحكمية مؤثرة أخطاء تحكمية مؤثرة احنا نعرف بس أنا كابتن حسن ما بي تحكي معي عاطفة بي تحكي معي بواقعية ما بي عاطفة احنا يعني بعض اللحظات بالتأكيد في بعض اللقطات احنا رح نتحدث مع الجمهور و المتابعين من خلال الصور و من خلال الوقاع المشاهدين عنده اللقطات يتابعها احنا هنا بجوز يكون عندنا شوية حذر لأنه حصري نقل المباراة لكن المتابعين شوفوا سنستعرض بعض الصور معك و أنا بجد أسمع رأيك كابتن إسلام هل فعليا نلوم التحكيم على ما حدث أمس أم أن هناك ظروفا أخرى حكمة المباراة بداية بسم الله الرحمن الرحيم منهن أنفسنا بالمرحل اللي وصلها منتخبنا الوطني كنا نطمح و نطمع باللقب لأنه كانت تفصلنا عنه 90 دقيقة فقط لكن بنعكي أنه يمكن الآن نبدأ نفكر بالمرحلة القادمة نبكي عن الأطلال مش هييد لنا اللقب كان هدف الاتحاد واضح لوصول الدور الثاني كأقصى حد ولكن ما وصل للمنتخب كان فيه جهود كبيرة جدا بما تفضل فيه للكابتن حسن أنه فيه أخطاء تحكمية أثرت أكيد فيه أثرت وأيضا بالإضافة إلى الأخطاء التحكمية كان هناك دور فني بصراحة مبهم إلى الآن بقراءتنا للمباراة كان أيضا في أسباب فنية أثرت على نتيجة المباراة وإن كان طبعا التحكيم أثر أكثر لكن كان فيه إمكانية أن نكون منتخبنا يظهر بصورة أفضل خاصة بالشوط الأول كان أفضل أنا سؤالي عشان أكوم عنك واضح كابتن الإسلام اليوم أنت حضرت المباراة بارك برأيك هل يمكن أن نلوم التحكيم على نتيجة المباراة ولا لا الأخطاء كان ممكن أن تكون هذه أخطاء قد تحسب في بعض الأحيان ركلات جزاء ترجحية الركلات الثلاث اللي هي أخطاء مؤثرة نعم أخطاء مؤثرة قرارات التحكمية مؤثرة برأيك أشهد الصح وبصراحة وشفافية أنا أحكي لك أنه فيه أخطاء أثرت أثرت يعني يمكن ركلة جزاء الثانية تحديدا هي اللي كانت منعطف المباراة أنه إحنا عدنا شوط الثاني كان منتخبنا الأفضل أكثر سيطرة وأكثر خطورة وسجلنا هدف التعادل توقيت الهدف الثاني وطريقة الهدف الثاني اللي هي من ركل الجزاء وبعد وقت طويل عاد إلها أكيد هذه أثرت على معنويات اللاعبين ولم يكن لك أي ردة فعل لكن اللي بدنا نحكي إحنا كنا كلنا متوقعين ومتخوفين أنه يكون لها تحكيم إلو دور في المباراة النهائية كونك تلعب مع صاحب الأرض والجمهور بغض النظر وين تقام البطولة فكان بالإمكان تفادي بعض الأخطاء خاصة بالثلثة الدفاع وداخل ما تقتل الجزاء ويكون هناك أكثر حرص وخبرة من قبل لعبيننا يعني أنت برأيك أن الأخطاء قد تحسب ركلات جزاء برأيك طبعا كنت تحسب ركلات جزاء لأنه الآن في فار يمكن بالنظام السابق ركلات جزاء يمكن الحكم يحسبها أو لا علم أنه في بعض الركلات ما حسبها الحكم وطلون يرجع للفار كان بالإمكان الابتعاد عن كل هذه المشاكل وأنه يكون حريصين داخل منطقة الجزاء وخاصة أنه تسبب ركلات جزاء هو اللاعب أكرم عفيف نجبي المنتخب القطري ومفترض أنه يكون هناك دراسة كاملة عن هذا اللاعب وتحركات هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء واختراقه داخل منطقة الجزاء وكيف يستطيع أن يلعب بالكرة وبدون كرة كان بالإمكان أن يكون مثل ما منتخبنك استطاع أو دفاعنا استطاع أن يضع لاعب الكوريسون وهو من أفضل لعبين البطولة وأغلى لاعب في البطولة تقريبا أو من أفضل أغلى اللاعبين أن يضعوا تحت الرقابة الشديدة في المباراة الثانية تحديدا في دور قبل النهاية كان بالإستطاع أن يكون دور دفاعنا وفريقنا أمام هذا اللاعب بطريقة أخرى يعني أنا بفهم منك كابتن إسلام أن ملاحظاتك فنية على الخطة التكتيكية المنتخب أكثر منها على ركلة الجزاء الترجحية هناك علامات استفهام على الأداء الفني يعني مية بالمية ورح نحكي فيها من خلال الحلقة ولكن بالتحكيم القيد أثرت وخصة خصة خصة معنويا أثرت كثيرا أنه صار أصبح اللاعب يقاف أنه يواجه أي لاعب قطري داخل منطقة الجزاء أو أحدود منطقة الجزاء خوفا من التحكيم طيب أنا بدي أبدأ معك كابتن حسن والركلة الجزاء الأولى نعم وسؤالي هل ركلت الجزاء الأولى بنظرك صحيحة ولا غير صحيحة رغم أنها لم تشهد ذلك الخلاف والجدل الكبير الأولى تحديدا الآن مثل ما بتعرف أستاذنا العزيز مباراة نهائي بطولة لآسيا الآن القرار مش بالسهولة اتخاذ قرار خاصة قرار ركلة الجزاء أنه يعني أي التحام بين اللاعبين أو مشاركة بين اللاعبين على أنها تكون مخالفة وتحتسب ركلة الجزاء وبالتالي تؤثر على نتيجة المباراة وتكون سبب في خسارة فريق قومي الآن الحالة الأولى اللي احتسب فيها الحكم ركلة الجزاء لاحظ أنه الحكم يعني خلينا يحكي بموقفه سليم مسيطر على الموقف يعني هو قريب من الموقف مش كثير قريب لكن رؤية بالنسبة له على أقل تقدير واضحة ومكشوفة الآن الحكم بدنا نتابع اللقطة إذا بنقدر نتحرك شوي بنلاحظ قدم اللاعب القطري هذه هي اللقطة التي فيها الحكم نعم شايف مباشرة أمامه نعم والرؤية واضحة تماما له كيف رؤية واضحة نعم الآن اللاعب القطري من خلال المشاهدات اللي عندناها أكثر من مرة بالفيديو قام بركل الساق عبدالله نصيب بمنتصف ساقه وأثر على حركته توازن ما آه أثر على حركته وتوازنه وسقط يعني خلنا نقول سقوط مفتعل سقط على الأرض برأيك أكرم عفيف في الأولى سقوط مفتعل مفتعل لكن إنت بتقول بوضوح في نعم في تلامس في تلامس على ساق عبدالله نصيب في تلامس بين ساق عبدالله نصيب وأكرم عفيف وتعمد هو التلامس مش التلامس يعني من عبدالله نصيب لا هو المهاجم ركل الساق عبدالله نصيب ووقع عرضا وبالتالي كان لأجدى من حكم اللقاء الآن إما يعلن استمرارية اللعب أو على الأقل يرجع للفار لتأكيد قراره خاصة مباراة نهائية القرار مؤثر رجع لأكثر من حاله هو للفار كان بإمكانه يعود للفار ويتأكد باللحالة هذه الحالة ما استعان بالفار نهائيا بس من الفار الأصل أنا هنا بدي أسألك في التفاصيل ومعليش كابتن إسلام بدي أستأذنك في هذه النقطة حتى بس نكسب من خبرتي بي كابتن حسن في هذا الإطار كل هذا نعرف نعرف طبعا الفار يعني يبلغ الحكم إذا رأى في قراره خطأ إذن الفار اتفق مع الحكم على أن هذه اللقطة في الجزء ما هي هنا المشكلة أنه ما أرجع للفار دلاله على أنه تعليماته لا يحكم الفيديو على أنه أنا في بعض القرارات الحاسمة أنه أنا ما في داعي أنك تستدعين للفار هلأ القرار عشان أنا أفهم نعم أنا مش رياضي نعم لكني أنا بدي أفهم أكثر في النظام التحكيم نعم القرار النهائي لحكم الملعب لحكم الملعب بالتأكيد حكم الفار عليه أن يستجعي الحكم أو يبلغ الحكم أن هذه الكرة أو هذا الخطأ اللي احتسبته نعم أو أن لا يبلغه هو بالتأكيد في هذه الحالة ما أبلغه ما أبلغه بينه آه أنه خلاص القرار فهو رأى أن قرار الحكم على على رغت ساب حكم الفار الياباني نعم الياباني معروف الحكم الياباني وجد في هذه اللقطة الأولى نعم ركلت جزاء المنتخب القطري يعني اتفقوا لاثنين اتفقوا لاثنين نعم طيب حتى لو اتفقوا لاثنين ممكن اتفقوا لاثنين على خطأ تصدر أمدس أستاذ حسن السؤال فضل كابتن إسلام احنا في حالة إذا حكم الفار حكم بلغ حكم الساحة أنه في خط أنه قرارك خطأ نعم بيستطيع حكم الساحة أنه يرفض العودة إلى الفار في هذه الحالة ممكن ممكن إذا كان هو حكم الساحة عنده قرار مقتنع تماما ما برجع ما برجع هو صاحب القار هو صاحب القرار النهائي بس هو سيدي بعنش اسمح لي نعم الفار ما ببلغه أنه قارك غلط يقول له بيقول له أنه أنا في عنا شكوك في الحالة شكوك بنا نشوف الحالة فلو سمحت ترجع تشوف الحالة نعم احنا رأينا في هذه النقطة أنه قد تكورك الجزاء أو قد لا تكورك الجزاء وعليه يعاد الفار صحيح كويس في اللقطة الأولى الفار لم يتدخل بمعنى أن الحكم الياباني على الفار اتفق مع الحكم الصيني على أرض الملعب بأن هذه اللقطة صرق الجزاء قراره صحيح من وجهة نظره من وجهة نظر نعم كابتن لا أسمع وجهة نظرك بوضوح في هذه اللقطة كابتن حسن واضح التلامس جاء في أعلى الساق التلامس جاء بسعي من أكرم عفيفي للتلامس وليس بنية نصيب هذا على تقدير التحليم هل هي أكيد تفاصيل ممكن يحمل من محضر المباراة بلحظتها وعادة مرة برتين ثلاثة وبالعاطف يحكي إمتى مبارح في المباراة بدون عاطف أنا شعرت أن ركلة الجزاء الأولى هي أكثر ركلة جزاء واضحة ولكن أن نظرة الكابتن كحكم خبير كحكم ومرت عليه هاي الحالة يعني مئات المرات يمكن يعطيك جزئيات أنا كمتابع أو حتى كمدرب ممكن أنا ما بتمر عليه مثل هم بتمر عليه وبيعطانا جزئية أنه لاعب أكرم عفيف هو اللي لمس عبدالله نصيب بوجهة نظره أنا هاي الممكن أن هاي التفاصيل البسيط ممكن ما تشوفها أو ما ذكلك ممكن حكم الفار يشوفها وممكن حكم الساحة يشوفها لو رجع الفار الآن هما كلاهما الفار والساحة اتفقوا أنها ركل جزاء أنه فيها نعم أنا بالنسبة إلي كإسلام جلال لتبعها بلحظتها شعرت أنها ركلة جزاء شعرت أنها ركل جزاء نعم لكن الآن مع عودة بكلام الكابتن حسن مع التفاصيل هاي البسيطة ممكن تغير رأيك لكن أنا بحكي إليك بالمنطق يمكن ما كان فيها خلاف كثير يعني حتى عبدالله نصيب ردت فعله للأسف يعني هاي برضو ندخل بناحية فنية أنه ردت فعل اللاعبين يعني ركز الجزاء أو ما في ضغط على الحكم أنه يعني ارجع على الفار كثيرا كان حكام نشوف لاعبين على مستوى العالم بيأشر للحكم أنه يعني ارجع على الفار يضغط و بيروح لكن لعبين أليس أكثر هذا دور دور الكابتن الفريق حتى ما نوكل هو نعم عشان نتفق نعم ودور الجهاز الفني جهاز الفني يعني في هاي في مثل هذه الحالات خاصة مباراة نهائية على مستوى القارة وكل العالم بتابع هيك مباراة يعني ما يعني خنا نقول دو ضحي بسمعة بلد وسمعة وطن في حالات اعتراض كثيرة و يعني اعتراض مقبول قانوني مقدروا يدروا لكن الكابتن الإسلام عنده تحفظ على عدم قيام أي من الفريق من فريقنا منتخبنا ولا جهازنا الفني بالاعتراض على قارة هذا لسه محلو ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة انو امور تكون كويس عشان نكون امور واضحة هاي وجهة نظر وانت تحدثت عن وجهة نظرك التحكمية في اللقطة الاولى وهي ان قدم عفيف هي من تحركت باتجاه نعم بدي اشير لابو لاحظة تفضل فيها الكابتن واحيانا احنا كحكام او كرياضيين بنتابع المباراة ممكن تكون لوجهة نظر لكن بعد المباراة تختلف وجهة النظر ليش لانو بتكون اللقطات التلفزيونية من اكثر من اتجاه ممكن احنا تعمدنا سيدي انو ما يكون عنا مباراة حديث في هذا الموضوع بالتفصيل حتى نترك المشهد يتضح بالكامل تمام ونتحدث بواقعية ودون عاطفة نعم والان انا يعني الحالة اللي انا اتحدثت فيها بحيل كل الرياضيين يتابعوها ويشوفوا قدم اللاعب القطري كيف ركل ساق عبدالله نصيب طيب انتقل للحالة الثانية ركلة الجزاء الثانية اللي تحتسبت للمنتقب القطري صراحة كان عليها اكثر من علامة استفهام لان الفريقنا الاردني بالشوط الثاني اختلف تماما عن الشوط الاول نعم وكان مهاجم طيل الفترة اللي تعرض فيها للاعلان على ركلة الجزاء وفريقنا اما فرص ضائعة وتخلى لها ايضا احراز الضغط كان اردنيا الى حين ركلت الجزاء وبصراحة كانت المباراة واضح انها صار فيها تحول اردني بشكل يعني كبير على ان المباراة خلاص رجع المنتخب لاردني بمعنويات عالية جدا اللاعبين معنويات مع اداء الان اعلن الحكم عن ما اعلن انه حكم عن مخالفة استمر اللعب لوقت ما يقارب دقيقتين او ما يزيد ما اعلن عن مخالفة ولا تدخل الفار الاصل اذا حكم الفار شعر انه في مخالفة الاصل اشعر الحكم على انه يوقف اللعب وهذا كلام ما بمنع بس هاي انا مع ليش كابتن ارجو كابتن حسين تحملني تفضل لانه يعني في اطار التحضير لهذا الموضوع نعم كان الحديث واضح من الفيفا بانه اذا كانت الكورة لا تزال في الملعب يمكن عدم قطع المباراة الاستمرار في المباراة لحين توقف اللعب وعندها يطلب حكم الفار ما في شك وهذا ما حدث ما في شك فالدقيقة وستة واربعين ثانية اللعبة ما بين هذه اللقطة لقطة مرتضة عندما اعترض اللاعب القطري تمام لحين استدعاء الحكم وفق الفيفا لا خلل فيها دقيقة وستة واربعين ثانية كلام سليم لكن وقت طويل صراحة الله حكام بحكم نهائي حكام نخبة النخبة بيقودوا اللقاء مثل هذا اللقاء الاصل يكون عندهم الاحساس وشعورهم في المسؤولية في هذا اللقاء اكثر طيب التصرف بذاته مرتضى هل ارتكب خطأ ان يستحق الان حتى حتى لما رجع الحكم الساحة الرئيسي لتقنية الفار تابعنا وشفنا وعدناها مرات ومرات حتى التصوير كان مش سليم كان التصوير يعني خلني احكي بيعطيك اللقطة عن بعد كان اللقطة يعطيك اياها عن بعد ما كانت في لقطات تلفزيونية قريبة هذا كان في هذه في هذه الحالة كانت كل الصور التي استعرضها الفار امامنا على الشاشات على اقل تقدير نعم ونعتذر طبعا مرة اخرى بدي اكرر ان احنا ما نقدر نبث سوى هذه الصور المحدودة لان هناك حقوق بث لهذه المباريات وحقوق حصرية لا يمكن تجاوزها او الاعتداء عليها في هذه في هذه اللقطة مرضي نعم برأيك ان الصور التي عرضت اظهرت انها ركلت جزاء الصور التي عرضت المشاهد عن بعد المشاهد اللي عرضت اشعرت المتابعين على ان هناك ركلت جزاء وانت ما نشعر لكن قارق الحالات ومع اعادة مرة ومرتين ومتابعة شعرت انه لاعبنا تحرك باتجاه الكرة بدي يقطع الكرة وقدم اللاعب مرضي سبقت قدم اللاعب هو المعتز اه او المعز علي اه وقدم اللاعب الاردني ثابت هو اللي ارتطم فيه بشكل مباشر وكان الالتحام طبيعي جدا اللاعب القطري هو اللي توجه لقدم اللاعب الاردني هذا يعني والالتحام كان طبيعيا والالتحام كان طبيعيا وبدليل انه بالصورة كان الحكم ايضا قريب جدا لو شعر انه هناك لحظة من لحظات على انه سيد هاي الحكم مش قريب مش شايف لا لا قريب يعني مقارنة بالحال الاولى الحكم لم تكن رؤيته واضحة تمام بالحال الاولى كان قريب وضع يعني بساعد افضل لكنه بالمسافر الموجودة قدامنا كم المسافر 15-20 متر يعني مناسب جدا الحكم يفضل انه يكون بهذه المسافر كتب الحكم المساعد كمان تمركز حكم المساعد شايف ونوح يعني هم اللاعبين المدافع والمهاجم تحت سيطرة الحكام تحت سيطرة الحكام والحكم الرئيسي حكم بحكم نهائي رئاسيوية مش صعب عليه حدد انه هاي ركلة جزاء او مش ركلة جزاء برأيك برأيك من درجة منحكي المشاهد اللي شفناها ركلة جزاء المشاهد اللي احنا شفناها واللي عورتها ملاحظة الكابتن حسن ان هذه اللقطات تحتين كانت بعيدة في الفر 100% لمكم باللقاء اكيد اكيد احنا ايش بنحكم صور وفيديو امامنا الصور والفيديو اللي امامنا والعرضة اكثر من مرة وانا كنا احنا نحن نحضر بالمباراة اكيد نتمنى لقطات اكثر قرب حتى احنا نحكم عليها اكثر وضوح احنا شاهدنا واضح انه قاصد حكم الفار انا احكي قاصد بين قوسين اذا فيه بإمكانية تصوير اللقطة او المشهد من زوايا اكثر واكثر قرب يعني وما عرضها معنى هو قاصد انه ما يعرضها وهذا اكبر دليل انه الحكم الساحة قريب جدا او خلنا نقول قريب وبعد وقت طويل هو الاهم من حكم الساحة في هذه الحالة كان حكم الخط حكم الحط نعم هو غير مقتنع حكم الساحة انا بحكي لك غير مقتنع لانه كان بإمكان يصفر من اول لحظة ولا مساعدة ولا مساعدة مش مقتنعين لا هو ولا مساعدة لك انتقنية الفار في هذه اللحظة تدخلت تدخلت والحكم حتى سابركت وفي وقت متأخر بالرغم انه من صلاحياته وانه ياخذ يعني ياخذ وقته لكنه تأخر في مباراة نهائية بهذا الشكل انا يعني وجه النظر لازم يكون لحكم الفار المساعد لازم يكون عنده قرار اسرع من الوقت بمجرد ما وصلت الكرة منتصف الملعب اصبحت يعني ما فيه هجم كان بإمكان بعد عشرين ثانية لو كان هناك هجم مرتدل للفريق اللي أردل ونسجل منها هدف صحيح انه برجع ممكن ويرجع ما فيه مشكلة لكن عمل إثارة في المباراة عمل بلبلة في المباراة يعني هذا الحكم إدارة لازم يكون قادر على إدارة المباراة بتميز وبناجح هذا كابتن الحكم غير مقتنع ولكن عودته للفار بالصور اللي شافها هو اللي عرضوها عليه أصبح أكثر انه لا انه يركل الجزاء يمكن لو عرضوا كل الصور من كل الزوايا كان ممكن استمر في قناعته انه غير مش ركل الجزاء سؤال كابتن الفار نعم يحق له أن يعرض ما يريد ان حكم الفار يتحكم بما يشاهد كل الصحة طبعا صحيح طبعا بمعنى أنا مش بأشر لشيء لكن عشانكون فهمين يعني سؤال اليوم بقدر أطلعب بالفار هذا اللي حصل يعني بدناش ندخل موضوع بموضوع حتى ما يكون موضوع لأنه إحنا لا سمح الله بدنا نهاجم بنهني الفريق القطري على إحراز مبارك للخطر طبعا وإيران الهدف الثالث القطري كيف عرضوه بحيث أنه الكل اقتنع على أنه لا وجود لا تسلل لكنه في تسلل الحكم الهدف الثالث في القطر أمام إيران تسلل لكن عرضها عرضها الفار بطريقة أظهرتها وعظهر على أنه الهدف صحيح أنا هوا بتجيني أنت الحال الثالث الحالك الحال الثالث يكون كبير الآن قبل ما أحكي عن الحالة الثالثة وأكد على أنه الوضع يعني بصراحة كان تحكيميا مش بالمستوى مش من باب الهجوم على التحكيم وبالعكس نحن حرصين على أنه ندافع عن التحكيم لكن حالة يزن النعيمات واللاعب القطري الاشتباك الاشتباك الآن من البادئ بالعمل الخطأ اللاعب القطري اللاعب القطري اللاعب يزن النعيمات كانت ردة فعله طبيعية جدا الآن الحكم سواء اتصال مع المساعدين أو هو ارتاء أنذر اللاعب يزن النعيمات تمام؟ لا هو رجع للفار آه بعد الانذار رجع للفار لا بعد الانذار ما هو الحكي عشان رجع للفار ليش حكم للفار استدعاه بده يطرد يزن النعيمات هل الحالة يزن النعيمات تستحق أصلا انذار؟ أنا بقول لك ضرب من غير قرى لا ما في ضرب اشتباك من غير قرى ضرب حالة انذار وانذار اللاعبين اثنين ليش أنذر لاعب واحد؟ يعني يزن ردة فعل على فعل اللاعب القطري ليش أنذر واحد؟ لأن لما في فار بنقول آه والله الحكم ما شاف من بدأ يعني بنعذره من لكي له عذر لكن مدام في تقنية فار إذن شاف الحالة كاملة اتداء من اللاعب القطري و ردة فعل يزن النعيمات مثلا الاحتكاك من غير قرى مش يستحق الطرد؟ لما شافه هو أحسن ما شافش القطري لما عمل المخالف طب ها إحنا هيا إذن الضار عرد عرد لنوصل للجزئية اللي احنا بدنا إياها عدا عن إضاعة الوقت من الحارس في الدقيقة 76 وا 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 يعني كلام كثير لكن احنا بدنا نركز حديثنا على الموضوع اللي احنا يعني المهم بالنسبة لنا طب سؤال برأيك انت التحكي برد وانت بتحكي انه يزن النعيمات لازم يغكر تحمر انت برأيك مشكر تحمر على الحالة اللي قدامنا بالعكس انا ارتقى الحكم اعطاء العقوبة كونه ما انذر اللاعب القطري لأصل انه ما انذر يزن انا وجهة نظري ياما بانذرهم اثنين او اثنين يعني يكفي التنبيه في هذه الحالة ما بترتقي حالة يزن النعيمات الى حالة الطرد كبت المستر لا انا انا مع الكبتل حسب بهاي يمد ايده يعني غير مقصود اذا بدك تعطي انذار فعلا بعطي اللاعب القاتل الحكم اكيد ما شاف اللقطة الاولى الفار استدعى يرجعوا يهم للأول لكن الفار ما عاد لللقطة قناعة الحكم بلط انه لا انه لا يستحق البطاقة الحمراء بقية البطاقة الصفرة انا كمان بقول لا يستحق البطاقة الصفرة ابدا طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة الهدف الثالث يعني خلي وانا بدي اسألك في نقطتين فيها اسمح طيب تفضل الاولى ركلة الجزاء سبقها في ذات التوقيت كان هناك اشارة من حكم مساعد مساعد اه انه هناك حالة تسمى تمام طيب شو صار بعدها قل لي انا تحكميا شو لازم يصير هو ما الذي حدث الان المعطيات اللي احنا بنشوفها وادارة الحالة اللي صارت بتأكد علينا كمتابعين على انه بصراحة انه التحكيم يعني خنقول ليش قاصد المنتقل وانا بحكي لك ليش لان حكم المساعد اشار على انه هناك حالة تسلل جميع حالة التسلل قبل الخلاف على انه في جزاء او ما في جزاء لان لما استدعي الحكم الرئيسي لتقنية الفار الحكم الرئيسي راح يتابع حالة الجزاء ما تابع حالة التسلل بينما الاصل الاصل يشوف التسلل ما هو حتى لو كانت جزاء مية بالمية وفي تسلل ما في جزاء في تسلل طب هو ليه راح على انه يشوف انها الحالة تستحق ركل الجزاء او ما تستحق ركل الجزاء قبل ان يتحقق من حالة التسلل قبل ما يتحقق من حالة التسلل ما هذا يعني ما ما بيعطيك مؤشر على انه يعني خنقول فيه اصرار او في نية لا اه احتساب جزاء او فسر ما شئت انت والمشاهدين بس ايه بس اصلك سؤال واضح فضل في تسلل او لا فيش تسلل فيها لان على الارجح ما فيها تسلل ليش احنا مش دائما بدو انا بس اصلك سؤال مش كتف اللاعب الاصل يكون شو بنحسب هو حسب على النقوع اللاعب يتقدم يغطي وبعدين الصورة حتى يعني احنا حالة التسلل توضيح انها تسلل او غير تسلل تأخرت كثير شفناها قبل يعني ممكن باعضر بالجزاء ما انتبه هو ما ركز على حالة التسلل لان اذا كان يد اللاعب في التسلل لا تعتسب لانه اصلا غير مسموه لللاعب من مسجل بايده فحتى لو كان جزء من ايده في التسلل يعني لا يعاقب على انه في تسلل نا احنا بنحكي عن يد سالم كانت كوعه لمكاسر التسلل كوع بكسر التسلل طبعا اي جزء بكسر التسلل مش من الكتف لا لا اي جزء من المدافع بيعفية كبتن انا بن لقطة يعني رقلة الجزاء الثالثة لا تسلل ولا رقل الجزاء وبعيدة ولا رقل الجزاء المهاجم يعني اذا بنجد لقطة عشرين مئة مرة حتى بن اول لقطة نشوف الصور اكرم عفيف هو اللي اتجه للحال اصلا الكرة بعدت عن قدم اكرم عفيف بعدود مترين واتجه للحال مسوغ احني اطول بنا هو خرج بالكرة هو خرج بالكرة يعني ابتعد حاول ان يبتعد بالكرة عن يزيد تمام هاي تمام تمام الان الكرة ابتعدت عن قدم بطن مسيطر عليها اللاعب تمام هو حاول يهرب من الحارس يعني حارس حالة طبيعية الان الكرة بينه وبين لعب المنافس يعني طبيعي انه الحارس بده يتوجه للكرة الكرة بعدت 100% اكرم عفيف توجه بجسمه لمن؟ للحارس يعني واضح تماما يعني مره مرتين وثلاثة يمكن أكثر لاعب بيّن عليه إنه مشرك للجزاء بالثلاث حالات هو يزيد أبو ليلة واضحة وراء على الفار الحكم وهو مقتنع يزيده مشرك للجزاء إذا بتلاحظ شوف الكرة بعيدة إحنا ممكن شايفينهم بعيدة ممكن صانتة أو اثنين لكن هي بعدت بعض الشيء وأكرم عفيف هو اللي توجه للحارس ويعني واضحة مية فرمية هي صورة عاملة عاملة ستوب واضحة لو صورة متحركة بعدما الكرة راحت أكرم عفيف لأنه هو مندفع هو اتجه لحارس المرمى عشي در كبتل أنه عنده رأيي ذا لا يعني بصراحة يعني رؤيتك سليمة يعني برضو أنت رياضي والأستاذ محمد رياضي ولكلنا رياضيين بصراحة أنه الحارس المرمى يعني خنا أقول تحرك حركة طبيعية لأي حارس يريد يواجه أي مهاجم الآن المهاجم هو اللي اندفع هو اللي اندفع باتجاه حارس المرمى والاستدام اللي كان هو استدام وتنافس طبيعي الحارس يعني حركته كانت رغبة في تخليص الكرة والآن من اندفع المهاجم صار الاحتكاك الطبيعي والتنافس الطبيعي ما بتلحسب ركل الجزاء نعم ما بتلحسب ركل الجزاء وأخطأ الحكم في أنه بداية لما يتحقق من حال التسب الآن دلال على أنه عنده نية على أنه يحتسب ركل الجزاء طيب أنا بدي قطيري تقييم الآن لأنه اليوم كان فيه تساؤل حول أداءنا الفني في الشرطة الأول تساؤل عن قدرتنا على تكتيكيا على ضبط أداء المنتخب القطري وإحنا عظيم المنتخب القطري عشان يكون منتفقين صحيح؟ صحيح؟ أنا رح أحكي بجزئين اثنين الجزء الأول إحنا المنتخب عودنا للأمانة لأول مرة من سنوات طويلة منتخبنا هو اللي يبادر للهجوم وهو المسيطر ولا يدافع ويعتمد على التحولات اللي هي الهجمة المرتدة في أقلب المباريات مع العراق ومع كوريا الجنوبية تحديدا قبل المبارة بأربع أيام كان منتخبنا هو الأفضل وممكن اللي كان يتابل المبارة يشعر أن المنتخب كوريا هو المنتخب الأردني كان هو اللي يدافع أجينا على المبارة قطر شعرنا أنه المنتخب عم بيدافع الآن هل هو يعني هل هي تعليمات المدير الفني أنه أنت بتلعب الآن المبارة نهيائية بتختلف حساباتها بتلعب أمام المستضيف وجمهور الآن متطلب منك ممكن تمتد المبارة إلى أشوار تضافية لازم تقنين الجهد البدني هذا أول شيء الشيء التي أريد أن أحكي فيه ممكن لا أنه لا الكبتن أعطاهم التعليمات اللي إحنا متعودين عليها نهاجم ولكن لارتباك التوتر من أجواء المبارة النهائية وضغطات اللاعبين ويمكن هي جعلت الفريق والمنتخب يظهر بهذا الشكل بالشوت الأول ممكن هجمة واحدة أجتنا لكن الشوت الثاني شعرنا أنه لا المنتخب قادر أنه يكون الأفضل وقادر أنه يسجل وعاد من المباراة علما أنه العودة أمام فريق على أرضه بين جمهور صعبة عاد وسجل وسيطر على المباراة إذن كان بالإمكان الشوت الأول يكون أفضل إذا كانت يعني هل أحكي ما بيحكي لكبتن صح أو غلط أنا ما بيحكي أنه غلط هو في الملعب وتسعين ألف متبرج في الملعب وظروف الملعب وظروف لعيبته هو الأدوة هو اختار الطريقة التي يلعب فيها نعم ولكن بما أنه ظهرنا بمظهر الشوت الثاني كنا الأفضل والأخطر وأكثر سيطرة لحد ما أجاد الركلة الجزاء الثانية كان بالإمكان منتخبنا يكون بشكل أفضل نعم بالشوت الثاني هذا الشق الأول الشق الثاني الشق الثاني أنه أنا بحكي أنه منتخبنا كان قادر قادر على أنه يكون أفضل لكن تدخلات الكبتن عموته في البطولة إجمالا وفي هذه المباراة لم تكن بصراحة مدروسة يعني أنا الآن بحكي عن عن محلل أكثر مني أنا كنت مشجع منتخب خسران حتى الدقيقة ثمانين أجري أول تبديل واللاعب اللي خرج علي علوان دخل محله لاعب لا يلعب مهاجم علما أنه عندنا مهند أبو طه لم يشارك أول البطولة عندنا اللاعب أنس العوضات يشارك لدقائق معدودة شرارة من أول البطولة لم يشارك وعلم أنه جاهز وعلم أنه جاهز وعلم أنه جاهز وعلم أنه جاهز لتدريبات إذن تعامل الكبتن عموته مع التبديلات يأما هو غير مقتنع تماماً بدقة البودلة ويمكن إحنا المنتخب الوحيد اللي في الدور الثمانية بالمنتخبات الثمانية لم يستغل التبديلات الثمانية الخمس استفدناها في برات البحرين أنا كانت مبرة بالنسبة لأنها تحصيل حاصل وأمام طجاكستان ومنها تبديلين لإضاعة الوقت كبتن عموت الدخلات الفنية داخل الملعب برات العراق كنا الدقيقة تسعين تسعين خسرانين والمنتخب العراق المتأخر عنه متقدم متقدم ولكن ما ترد منه لاعب كان بمجرد ما ترد اللاعب نفس الدقيقة نكون من إشراك لاعب أشراك لاعب واحد في دقيقة تسعين لكن ربنا وفقنا في هذه المباراة لكن لا يعني أن كل مباراة نسير بنفس الاتجاه تصريحاته الأمانة يوم أمس كانت مفاجئة جداً للشارع الأردني كاملاً أنه لش التحفظ التحفظ أول شيء لم يتطرق إلى موضوع التحكيم لا من قريب ولا من بعيد احترم المنتخب القطري كثيراً وهذا إحنا كل هاتف نحترمه ولكن الآن أنت بودير فني يجب أن تعطي رأيك ثانياً عندما سؤال عن التبديلات انتقص من دوري الأردني انتقص من الأندية الأردنية انتقص من قيمة اللاعب اللاعب الأردني أنه غير جاهز غير كفو غير قادر أن نلعب بهذه المنافسات وأنه من موجود عنه دكة البودرة يمكن أن يعمل الفرق من يختار اللاعبين؟ هو اللي يختار اللاعبين هو اللي يعد اللاعبين وتكلم من كابتن حسن عن إيقاف الدوري الكابتن عمو توقف الدوري مرتين بناء على طلبه ما تطرق هذا بودر تطرق أنه الأندية اجتمعت على إيقاف الدوري للأمور المالية لكن مرتين الاتحاد ارتأ ويعني بصراحة ولبى طلب الكابتن حسن مرتين مرتين إذن السبب الرئيسي كان يعني إحنا لو وصوله لم يعني أكيد الكابتن عمو تقدم عمل فني يدرس مشكورة لكل مقابل متخبنا عنه بهاجم لكن أيضا بعيد عن العاطفة وهو وضع مستقبله أصلا مثار جدل نعم صحيح الآن برضو بعض التصريحات أنه الآن تتحدث عن مستقبلك بالإمكان أنه يتم التأجيل إلى وقت آخر لعدم تشتيت الاتحاد في هذا الموضوع نعم بدي أشكركم كل الشكر على وقت امتهى عندك تعريق كابتن يعجالي أرجوك أنا بس يعني خنقول في ختام هذا اللقاء والشيء بنشكر التلفزيون رؤية ونبض البلد تحديدا على هذا اللقاء وعلى اهتمام قضايا الوطن لأنه هذا شيء من الشارع الرياضي واجب نسي ومن مرة أخرى بنحيي المنتخبنا الوطني وأسرة اتحاد كرة القدام لبير عاس ومول أمير ويعني خنقول كل التثمين لصاحب الجلالة على متابعة وعلى اهتمامه بالرياضي بالتأكيد بالتأكيد وإن شاء الله إلى الأمام يعني أعطانا رسالة قوية منتخبنا الوطني أشكرك كابتن حسن أشكرك كابتن اسلام غدا سنستقبل المنتخب الوطني جميعا بثوب البطل لأنه بطل حقيقة بما أنجز اليوم ونأمل التوفيق ونأمل التوفيق للنشامة في بشوارهم القادم وفي مشاوريهم المستقبلية وأن يبنى على هذا الإنجاز لا أن نعود للخلف يعني نريد أن نبني على هذا الإنجاز هذا الأهم شكرا لكم جودك مبارك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم